دكتور عبد الرزاق الأشهر لليوم مع نقابتي المعلمين والمهن التعليمية والتربوي على اتفاق لإنهاء كافة الفعاليات الاحتجاجية والاضرابات بين وساط الكادر التربوي على أن تقوم الوزارة بالعمل على تنفيذ المطالب الحقوقية للكادر التربوي حتى لا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية ونصت الاتفاقية التي وقعها عن نقابة المهن التعليمية والتربوية رئيس النقابة عبد الجبار سلام وعن نقابة المعلمين رئيس النقابة فواد دحاب على صرف مستحقات الكادر التربوي من التسوية بسنوات الخدمة والمؤهل الدراسي خلال شهر ديسمبر القادم فيما يتم صرف العلاوات السنوية الخاصة بالعام 2012 وفوارقها خلال النصف الأول من العام القادم وستقوم الوزارة بمتابعة صرف طبيعة العمل لمن لم يحصلوا عليها من الكادر التربوي بعد استكمال الجميع أو جمع المعلومات عن تلك الحالات وفيما يتعلق بالاختلالات المصاحبة لتنفيذ هيكل الوجور والمرتبات فقد أكدت الوزارة وبحسب الاتفاقية تفويضها لمكاتب التربية بمختلف المحافظات بسرعة معالجتها وإنزالها في كشوفات التسويات ونصة الاتفاقية على تسوية أوضاع التربويين المحالين إلى التقاعد بحيث يمنع إحالة أي تربوي إلى التقاعد إلا بعد تسوية وضعه